تحياتي لكم زميلات وزملاء وإن شاء الله الجميع يكون بخير. في هذا الفيديو سنتحدث حول أخطاء شائعة وملاحظات مهمة. حول البرت تسيب أينز الزاديا كتير. حدثنا حول البرت تسيب أينز كصفة واليوم سنتحدث حول 3 أخطاء شائعة في الاستخدام وأربع ملاحظات مهمة. هذا الفيديو الثاني المتعلق بالموضوع الكبير الذي هو بارت تسيب أينز و بارت تسيب أينز. القناة اسمه دوج استاين الشانسة. لكن قبل الدخول بهالنقاط تذكير أن البرت تسيب أينز الزادياكتيف هو واحد من الاستخدامات للبرت تسيب أينز. يبدأ من البرت تسيب أينز الزادياكتيف كصفة. أدفب كضرف نومن كاسم. وبالتالي نوصل لنومينالي زيروم اللي هو موضوع مهم وكبير ولابد من الوصول إله. فكرة الثاني. لما أستذكر البرت تسيب أينز لازم يخطر ببالي وصف الصورة في الامتحانات. أنا بأخذ الصورة بدي أوصفها في الزمن الحاضر بالأساس إلا إذا بدي أدخل بالافتراضات لأنه أنا هلأ أعطاري الصورة للفاحص. ثانيا عادة الصورة فيها مركب أفعال. هون مثلا بالصورة ضحك وكتابي على الموبايل. كثير مفيد أني أنا أجمع هلأ شوية صور وأتدرب على استخدام البات تسيب أينز في وصف بعض الصور. كثير مفيد ومساعد. أول خطأ شائع الأخطاء رح نحطها باللون الأخضر. الرجل الذي يتلفن يكتب رسالة. أمر طبيعي ممكن هدول الحدثين يتوافقوا تماما. واحد عم يكتب وميحكي تليفون والعكس بالعكس أمر طبيعي أنه يحصل. طيب هاي جملة مكتوبة وعنها ريلاتيف زاتس من الجمل الموصول. في عندي ضمير وصلي. هل يا تورا في إمكاني أني أكتبها بطريقة أخرى؟ هل لغة تميل للاختصار وللدقة؟ نستذكر من الفيديو السابق أنه ممكن نفصل الأداة عن الاسم. ونجيب هذا الفعل ناخد منه الانفينيتي في المصدر تليفونيرن ونشتق منه البارتت سيب آينز وننزلها هون. طبعا مع الانتباه لموضوع تصريف نهاية الصفة. دي تليفونيرن د من؟ ما عادت هون فعل والأفعال دائما نحطها باللون الأحمر هلأ صارت هون صفة. دي تليفونيرن د من؟ إنه هذا الرجل اللي عم يحكي على التليفون. ومننزل القسم الثاني مثل ما هو. شغايت آينين بخيف. كيف نتعامل مع هالجملة؟ وبدنا فواصل ولا ما بدنا فواصل؟ هذا القسم هو عندي اسم هون ديمان. طبعا نحن الفاعل نحطه باللون هاد. والفاعل حالة الإعرابية نوميناتي. خلينا نفترض ما فيها الصفة هون. ممكن لأنه لاحقا رح نشوف أنه ممكن نحطهم عدد من الكلمة. كل شيء رح ينزل بين الأداة والإسم هو متضمن ضمن الموقع الأول. عندي فعل هون وعم نشوفه في الموقع الثاني وعندي مفعول به في الموقع الثالث. جملة بسيطة جدا في اللغة الألمانية. فاعل فعل مفعول به. أنا ماني بحاجة غير لنقطة في نهاية الجملة. ديمان شغيب آين بريف. حطينا بعدها بالنص هون اللي بدنا نحطه. هذا لدقة الكتابة ولا لأناقة الكتابة. إذن ما بنا فواصل الخطوة الأولى. أثنين. المثال الأول منطقي. اتصال حديث على التليفون وكتابة. حلق هون. شخص عم يكتب ويركض للخروج من الغرفة. ما متوافقين مع بعض كم معنى. اللي عم يكتب وعم يركض. هناك عم يكتب وعم يحكي على التليفون. متوافقين. لازم أنتبه لموضوع المحتوى المعنى. كل ما زاد المستوى اللغوي لازم أنتبه للمحتوى أكثر. قواعديا صحيحة تماما. إذن ننتبه للمحتوى للمعنى. واحد بده يخرج من الغرفة ممكن يخرج وعم يضحر. ممكن يخرج عم يبكي. ممكن يخرج عم يصرق. بتوافقوا مع بعض. فكرة الثالثة. هي تحيي الرجل. تحيي الكاتب أو المكتوب. الرجل هو الذي يكتب. لا يكتب. أمر الثاني. بالparted save eins. بدنا نتذكر أننا في الحاضر. تقاعدة عامة. هناك استثناء. تقاعدة عامة. ونتذكر. بارتد save eins. حدث تم وانتهى. والمعنى مهم جدا في الاستخدام هون. في التطبيق. هون الرجل هو اللي عم يكتب. وعندي الرجل موجود. بدنا نميز بين الactive والpassive. بالpassive اللي عم يقوم بالفعل ما بيهمنا بيهمنا الحدث. بينما بالactive اللي عم يقوم بالفعل هو المهم. بالتالي علي إني أختار شغاي بندن. يحصل كمان خطأ أنه يجمعوا اثنين مع بعض. الparted save eins والparted save eins. هذا خطأ لا يعني لا يصحح. أحيانا لأنه في بعض الحالات يحصل صعوبة باختيار الparted save eins والparted save eins. يعني أنا بيكون هون مكاني. بس هذا أبدا خاطئ مطلقا. إذن المحتوى مهم دائما بالتعامل مع هاي الأمور. اللي هو المعنى. هلأ دخلنا هون بموضوع الملاحظات. دي شغايبن دي من غينت أوس دي بتسيمة. دي من غينت شغايينت. إحنا قلنا إنما بنستخدمها كصفة فبتنزل بين الأذات والإسم وتصرف. وبالتالي لازي يكون عندي خبرة بنهايات الصفات. لما حتى يكون عندي خبرة بنهايات الصفات لازي يكون عندي خبرة كمان بالحالات الإعرابية. القضية مركبة فوق بعض البعض. بينما هون دي من غينت شغايينت. هون كانت الصفة قبل الإسم. وقبل يعني بتواصل الأذات والإسم. هلأ هون دي من لحالة كاملة. غينت شغايينت. عم نشوفهم ما في نهاية. الرجل يركض صارخا. هون هي حال. هنستخدم أدبط. تالي بدون تصريف. نتذكر كمان الصفات اللي منستخدمها شهيرة مع الفعل زين. لما تكون قبل الإسم وقبل الفعل تقلها تصريف. ولما تجي بعد هذا الفعل تكون بدون تصريف. توضع كما هي في القاموس. مثلا داس بوخ استنوي. نوي متل ما هي. ولما بدون نحطها بالنصف داس نوي بوخ. صرفت. وهون لا تصرف. هون عم نتحدث عن حال. شو حالة هذا الرجل. هذا الرجل هو عم يركض. داس كند شتيت فينند هو دير توه. الولد يقف باكياً أمام الباب. شو حالة وقوف باكياً. بالتالي هون ما عندي نهاية. شتيت لاخند. يقف ضاحكاً. ملاحظة الثاني. The attractive Frau. يعني سيدة اللافتة لنظر الجذابة. نحن هون حطينا الصفة بين الأدات والاسم. هون لازم أتخيل. أنا لما بلشت أتعامل مع البارتة سيب آينز. عندي خطوة أولى كيف أشتقه من الفعل. الخطوة الثانية صار هو الصفة. بدي أروح لعالم الصفات وأنسى. مثلاً هون. The attractive Frau ist. عندي الفعل زال. وبالتالي هون أنا أطبق قواعد النوميناتي. على نهاية الصفة. هلأ اللي نسكر عليها هاي. ونتعامل مع أي بارتة سيب آينز. أي واحدة منها. Die zingende Frau. هون أسيدة التي تغني. نعاملها معاملة صفة. مثل ما قلنا. نطبق كل قواعد الصفات. حسب الحالة الإعرابية. بالأصل هي zingend. و zingend. ببارتة سيب آينز. اللي نستخدمه صفة. إذن نستذكر أنه قواعد الصفات مهمة. جداً وصعب أني أنا أتعامل مع هذا الموضوع بدون معرفة جيدة بنهايات الصفات. الفكرة الثالثة. Der schreibendemann sitzt auf dem Stuhl. يعني الرجل الذي يكتب يجلس على الكرسي. هون نرى اللون دائماً هذا مستخدمه للنوميناتي. وعم نرى هنا طبقة أبسط قواعد نهايات الصفات. وضفنا A لأنه عندي هون الأداة. لو كانت I بصير بدنا نضيف هون ein schreibender. من؟ إذن هون نحن نوميناتي. نعرف أنه الفعل zitsen. هذا ما بيقبل مفعول في الجملة. الولد يسأل الرجل الذي يكتب الكاتب. هون فعل فراغن بدون مفعول به. وعندي D وعننا القاعدة الشهيرة بنهايات الصفات. لما أرى دين بشكل سريع بطبق A على الصفات. أنا هون عم أتعامل معها كالصفات. هون أكوزتي. عندي حالة النصب. الولد يشكر الرجل الذي يكتب الكاتب. الفعل دانكن يحتاج لأكوزتيب أبيكت. وبالتالي ديم. هي دي صارت ديم. هون بده أكوزتيب أبيكت صارت دين. الولد يشكر الرجل الذي يكتب الكاتب. وهون داتي. نعرف بقواعد الداتيب تطبيق نهايات الصفات. إذا كان مسبوق بأداة تعريف. شوف دائماً A-N. إذن حتى ما ينطبع بيديهننا أنه دائماً نحط الأمثلة بالنوميناتيب. في المرحلة الأولى نحطها بالنوميناتيب تسهيلاً لتوضيح الفكرة الأساسية. بينما عندي هون نوميناتيب أكوزتيب وداتيب وعندي جينيتيب. الفكرة الرابعة. عندي الفعل شغيبن استخدمنا كثيراً بهذا الفيديو السابق. اللي بدنا نقوله. إنه كثير من الأفعال ممكن أشتق منها. البارت تسيب أينز والبارت تسيب صفايا. ليستخدامهم كصفات. شغيبن كشغيبن. عندي هون بارت تسيب أينز وبارت تسيب إتس فايا. لكن. في أفعال ممكن أشتق منها الحالتين. إنما المستخدم منها حالة وحدة. يعني ثانية غير مستخدمة. وهناك طرائق أخرى للاستبدالها. وهناك حالات يشتق منها فقط وحدة. فقط للتذكير في العموميات حاليا. إنه الكثير من الأفعال ممكن أشتق منها الحالتين. بارت تسيب أينز وبارت تسيب إتس فايا. لهون بنتهي هذا الفيديو زميلات وزملاء. إذا في أي ملاحظة أو تعليق ياريتكم بأسفل الفيديو. وإذا عجبكم هذا الفيديو ياريتكم في شير ولايك واشتراك بالقناة. وشكرا لكم جميعا. اشتركوا في القناة